أيام قليلة تفصل المترشحين لعضوية المجالس المحلية عن خوض غمار الدور الثاني من هذا الاستحقاق الانتخابي مجلس محلي منتخب في كل معتمدية ضبط المرسوم عدد عشرة المؤرخ في الثامن من مارس 23 و 2000 تركيبته كالتالي ياقع انتخاب عضو من كل عمادة من عمادات المؤتمدية كل عمادة تنتخب عضو ويمثلها في المجلس المحلي يعني اذا كان معتمدية فيها ستة عمادات يولوا فيه ستة عضاء يمثلوا العمادات أذوكم واذا كان معتمدية فيها أقل من خمسة عمادات ياقع تقسيمها باش يكونوا فيها خمسة عمادات خمسة عضاء على الأقل يعني العضاء في هذه المل 작은 لا يقلوا عددهم عن خمسة يضافوا اليهم عضو يمثل ذوي الإعاقة تركب ليس من الأعظام فقط بل ممثلي المصارع الخارجية للوزارات أي المصارع الخارجية للوزارات بعد ترخيص من الوزير الماني لكن هؤلاء مثل الوزارات والجميع ليس لهم الحق في تصويت المجلس المحلي الذي له الحق في تصويتهم الأعضاء المنتخبون من طرف المواطني العمادات وبخصوص مهام المجلس المحلي المرتقب فتتمثل في النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وضبط الأولويات والبرامج والمشاريع التنموية وفي هذا الصدد يؤكد عدد من الخبراء والمختصين في الشأن المحلي ضرورة إزدار نص قانوني يحدد بوضوح مهام وصلاحيات المجلس المحلي دور المجلس المحلية والجهوية اللي هو يمشي في الجانب التنموي لكن ما في ماش نص قانوني يأكد على هذاك ويوضح على الدور المترشح لكن اش عاملة الهيئة المستقلة للانتخابات تقول انه نجمو احنا ما نشف فراغ قانوني لكن نجمو نستندو القانون 94 اللي هو يحكي على المجالس المحلية اللي هي معناها رهي اذيك مجالس معينة وهي استشارية ما هيش اقرارية مش كما للمجالس المنتخبة هذا النيانس اللي احنا نحبه ننفهموه بين قانون 94 وبين النص القانوني نستنعو فيه باش يبيننا دور ومهام كل مترشح وكل نئب على جهته اشنوها دوره النجمو نعتمد على المهام الموكولة للغرفة الثانية الغرفة الثانية اهم حاجة يتقوم بها هي مخططات التنمية المصادقة عليها والمصادقة على الميزانية وبالتالي يمكن ان نقول ان المجلس المحلي المهمة متاعه هو ضبط المخططات المجلس المحلي ايضا يراقب على المستوى المحلي تنفيذ الميزانية وتنفيذ المخططات هذا وينص المرسوم عدد عشر على أن أول رئاسة للمجلس المحلي لدى انتلاق أعماله تمنح للفائز بأكبر عدد من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات على أن يتم التداول على رئاسة المجلس كل ثلاثة أشهر باعتماد القرعة